هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الثلاثاء أكثر من مليون ومئتي ألف شخص فيما تجاوز عدد الحصلين على الجرعة الثانية من التطعيم أكثر من مليون ومئة وتسعين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من تسعمائة وتسعة وعشرين ألف شخص